اهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعاً قبل ما نبدأ بالحلقة اللي بدو يسمع برجه عادي بمشي هيك بالشريط اللي تحت بيشوف في بطاقة أو جارمة مكتوب عليها اسم البرج تاعه بيسمعه وبكون هيك أخذ حاجته واللي حاب يكمل معنا بيسمع سؤال اليوم أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً وقبل ما نبدأ يعني الفترة برضو الماضية شفتكم شوي كسلانين في التعليقات وفي اللايكات وفي ناس هيك متونونين مرة بيشتركوا مرة ببطلوا يشتركوا وفي ناس بتسأل أنه أنا مشترك ما بتجيني إشعارات لأنه أنت مش مفعل الجرس اللي بيجي شحطين جنبو هيك يعني معمول أنه على الأساس تجيك كل الإشعارات يعني عادي إكبس عليه طبعاً هذا كله الحكي مش حكي يعني هذا الحكي حكيه لإني أنا أحكيه على أساس أنه يعني هذا هيك كل الناس بتحكي يعني اشتركوا سبسكرايب ولايك وأن لايك وأن شير وأن فير وأن حير وهدولة الكبسات اللي تحت كلها هاي فإنتوا لحالكوا اعملوا اللي بتكوياه وكبسوا على اللي بتكوياه وأنتوا حرين بتكوش تكبسوا برضو أنتوا حرين طيب سؤالنا اليوم إيش موضوع طالع اليوم وطالع الأسبوع وطالع الشهر وطالع السنة وأنه طالعك بممكن يتغير مرتين وممكن يتغير ثلاث مرات بالشهر بدنا جواب على هذا الإشي وأنه هاي الأبراج يعني مش هي الأبراج الصحيحة وأنه شو بدنا احنا في حركة الزهرة وعطارد ونبتن ومش عارف إيش وهدولة الباقيات يعني هدولة بالغلط محتوطات أساسا يعني ما لهن وجود أساسا ما لهن أي تأثيرات يعني احنا أهم إشي نسمع الأبراج بس شو بدنا احنا في الكواكب هاي يعني شو دخل الكواكب في الأبراج آه يا حصرتي طيب أول إشي عشان اللي حكى المسألة هاي وحكى في الموضوع هاد وأنا مش عارف مين هو بصراحة يعني لأنه يعني كان نفسي أعرف مين هو هذا الشخص أو شو هالعلم الفتاك أو العنيف اللي دخل فيه أو المعلومات اللي يعني جابها من ذيلها زي ما بحكوها يعني ما بقدر أنا أعلق عليه أو على علمه أو على أي إشي فيه لأني ما بعرف مين هو أساسا بس أنا إجاني السؤال طيب أما بالنسبة للموضوع اللي هو حكى فيه فأنا بحكي أول إشي على حسب رأيي على حسب تحليلي أنا لأني أنا ما بعرف مين الشخص ولكن اللي بحكي فيه هيك أسلوب مية في المية هذا واحد منتفع يعني بعمل استشارات بحجز استشارات وبيعمل استشارات بفلوس وبدو يقنعك ببضاعته على إنه هو أحسن بضاعة موجودة عنده عشان أنت تشتري من عنده هذا المختصر ليش لأنه أولا هو ما جاب إشي جديد يعني ما اكتشف إشي والله إحنا ما بنعرف فيه والله طلعب معلومة فتاكة أو هو اجتهد في علم الفلك ووصل للمعلومة هاي فيعني واو فاخترق القاعدة الفلكية الجديدة هو هاي أنا أحكي لكم إياها الموضوع هاي فيه إشي إحنا عنا في علم الفلك لما أنا باجي بدي أطلع على خارطة بني آدم أجي يستشيرني في مسألة حساسة فبيجي بقول لي بالله أنا خارطة تاريخ ميلادي وساعة الميلاد ومكان الولادي والمكان اللي أنا انولادت فيه وأنا عايش في المكان الفلاني فباجي أنا بفتح خارطة الميلاد تاعته وبفتح خارطة فلكية للمكان اللي هو عايش فيه إله نفسه للشخص نفسه للبلد اللي هو عايش فيها اللي هي اليوم فبحط الخارطين على بعض بشوف أول إشي أنا تحولات الكواكب إنه لما نولد مثلا كان عنده الزهرة بالأسد هسا اليوم الزهرة عنده موثلة موجودة بالحمل عام لزاوية تثليت طيب الزهرة وين موجودة؟ موجودة في بيته الثالث يعني والله بيته الثالث هذا للاتصالات والسفريات والتنقلات والمشعارة في إيش وبما أنه عامل زاوية تثليت مع بيته الخامس يعني الزلمة رح يكون محظوظ عنده مال وعنده أمور كويسة هاي الفترة ومشاريع ممتازة جدا عامل زاوية سلبي بنحكي له نفس الإشي بنطلع إحنا تحولات القمر وين انولد لما كان ساعة ميلاده والقمر وين انولد الفترة هاي أوين موجود الفترة هاي فمنشوف تحولاته وعمل زاوية القمر مع القمر ولا لا والكوكب حاكم ولا مش حاكم يعني مش هالإشي البكديل أو الإشي اللي حطم القيود فيها لا هو أعطى معلومة إحنا بنشتغل عليها أساسا كل الفلكين بيشتغلوا على نفس المعلومة ما جابش إشي من دار أبوه أو إشي جاب وهو نزل عليه ملاك وش وش فيها ولا هو لقي صندوق ذهب مدفون وليقي فيهم مش عارف كم مخطوط ولا مش عارف مين وقرأهن وعمل فيهن هالحكي هذا كل ياته هاي قاعة علم الفلك وحساب الفلكين للي بيشتغل صح مش لا اللي بيشتغلوا على مبدأ إنه برنامج ويطلع له المعلومات أو يفسر له المعلومات أما أنا إذا بدي أجي أنا أحكي لكم مصطلحات وبكون أنا واو إني أنا بحكي مصطلحات والله بحكي شغلات ما بخليكوا تفهموا أي إشي من علم الفلك من هون لأبد الآبدين بتخشوا بالحيط كل ياتكم لأنه في زوايا إحنا لما نيجي نحكي على زاوية التسديس وزاوية التثليث وزاوية التربيع ومقابلة وإقتران هم بتفكروا هدولا هم كل الزوايا اللي إحنا بنحسب عليها طب عندي أنا نصف سيكستايل وعندي زاوية خمسين درجة وعندي زاوية البرج بالبرج وعندي زاوية اقتران مع الوتد ومع العمود ومع رأس التنين ومع ذيل التنين وعندي زاوية اقتران مع نفس العمود للشارق والغارب وعندي مع الأسهم وأسهم الحياة وأسهم المشاعر يعني فيه مئة ألف باب وباب إحنا ما بنحكي فيها يا عمي هدولا إذا بدأ حكي فيها أنتوا بتطشوا يعني بطلع اللي بديفهم علم الفلك ببطل بديتعلموا فيه شغلات بسيطة أنا ممكن أسهل عليكم الأمور أشرح لكم إياها ببساطة أنتوا تفهموها بدكوا فرد عضلات عادي ما عنديش أي مانع بفرد عضلاتي يعني بس أنتوا في النهاية أنا ما رح أستفيديش لأني ما رح أعلم حدا أنا فاتح القناة هاي وبشتغل على القناة هاي ورجعت أشتغل على القناة هاي لأنه قصدي بدي أعلم وفهم الناس وخلي الناس تحب هذا العلم وتفهم أنه إحنا مائلنا لا في شرك ولا بنتعامل مع جن ينزل يوشوشنا من السمع سمع شغلات زي ما بيجونا هدولا بعض الناس اللي مش فاهمين إشي حتى في الدين بيجو بدهم يفهمونا ولا إلا علاقة في أي فلسفة ثانية ما لهاش علاقة باللورة وبفتح بالفنجان وأضمر على الفنجان وأضمر لي على الكرت وأضمر لي على الخاتم كل هذا إحنا ما إلنا فيه أنا ما إلي فيك أضحك عليك شو بدي منك شو بدي يجيني من وراي لما أنا أضحك عليك أو أستغفلك فعشان هيك يا حبايبي يا حلوين يا أمامير اللي بحب يسمع هاي الشغلات والمصطلحات وعنده فلوس حاب إنه هو يروح يدفعهن لناس أنا ما بقول لك ما تدفع روح ادفع يا عمي وروح ادفع مصاري ادفع له هو بستفيد منك وأنت بتستفيدش منه عادي بتدخله في الحياة اتنين وبعدين بتصير تسب عليه وبعدين بتصير تحكي كلهم هذولا نصابين وكذابين ومش عارف إيش يعني أنا لما إجيت حكيت أنا عندي اثنين أنا بتابعهم وحكيت أسماءهم ما بعمل دعايا لهذولا الشخصين وما بزكيهم ما بزكيهم إنه والله يا عمي هذولا الجماعة أشرف من وجد على البسيطة برضو هذولا الجماعة بيشتغلوا بأخدوا ومقابل تعبهم ومقابل توقع شرحهم أو استشاراتهم بس إنه أنت تيجي تقول لي لا ما هو فلان أحسن واحد في كل الوطن العربي في هذا مين أنت أنت شو علمك في علم الفلك عشان تحكم إنه فلان بفهم ولا فلان ما بفهم يعني أنت فلكي إذا أنت فلكي وعندك علم الفلك ودارسه وخلصت منه وإجيت قررت إنه فلان بفهم في علم الفلك بأخذ بكلامك هذا وبذكيه وبقول آه والله هذا الزلمي بفهم وبتزكي من فلان لأنه فلان فلكي فطلع على علم فلان فحكي عنه أنه فلكي أما والله أنا الزلمي هاد لأنه بحكي مصطلحات ولأنه بشبح وبفرد ذرعانه في الكلام أجي أقول إنه أحسن واحد لا أنا ما بحكم عليه هيك أنا إذا ما حطيته على محك البرهان وشفته كيف بشتغل وكيف بشرح وكيف المعلومات جابها وعلى أي علم بستند الدليل تبعه إيش هو دليله العلمي إيش هو ما بقيمه وصلتكم المعلومة أنا بنصحكم جميعا النصيحة زمان كانت بجمل بعدين صارت بخروف بعدين صارت بعصفور بعدين صرت أنا أدفع مصاري عشان الناس تسمع النصيحة اسمع اللي بهمك اسمع المختصر المفيد اسمع الإش اللي أنت تستفيد منه ما بحكي لك تابعني يا أخي تتابعنيش خذ المعلومة ورميها في البحر روح اسمع غيري بس برضو لما بدك تسمع اسمع واحد بعطيك معلومة أنت تفهمها مش معلومة أنا أستغفلك فيها أنا بقدر أطلع أعمل لك فيديو بث مباشر هيك وأحط قدامي خسة خيارة وأقعد أقول لك أذمر أي خيارة بدك خيارة ولا الجزرة ولا الخسة وبعدنا تظمر أنت أعمل لك سيناريو إله أول ما إله آخر وخلط لك الدنيا كلها في بعض واو الزلمة جابها صح وتسفق لي كمان بس هل هذا الشيء منطق هذا علم هذا إشي إله مع الله أنا بدي أقابل ربنا أقول له أنا فتحت لهم في الجزرة وفي الخيارة وفي الخسة لما أنا باجي بسمع قاعد واحد أو بشوف واحد أكيد كلكم بتعرفوه يا البشر فنجان القهوة بحطه قدامي وبقول لك أذمر وبفتح لك فنجان القهوة آآ والله هاي توقعات إلي شو دخلك أنت في فنجان القهوة فأنا في إلي في إلك هاهاهاها يا آي إجي بضحك خلينا روح على التوقعات أحسن أن الله يعطيكم الصحة طبعا هاي مش ضحكتي هاي ضحكة استهزاء ماشي ذا حكتي بعدين بسمعك إياها القمر طبعا زي ما حكينا بالأمس هو موجود في منزلة البطين هي آخر منزلة تقريبا المنزلة القبل الأخيرة في برج الحمل جيدة لتهدئة النفوس وللإصلاح والبدء بكل شيء جديد وحكينا أنه القمر لما بكون في برج الحمل في هاي الفترة منشعر أنه إحنا عنا طاقة كبيرة للعمل وأكثر تصميم واستقلالية نبدأ من مشروع جديد لكن من المحتمل أنه نكون متسرعين الزيادة عن اللزوم في هاي الفترة في تصرفاتنا وممكن نتهور يجب أن نحذر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أن هاي الفترة يعني منكون أقل صبر في التعامل مع الغير يعني وهي راح تأكيد تعمل لنا نوع من أنواع المتاعب والمشدات غير المرغوب فيها مع الأشخاص اللي إحنا راح نتواجه معهم نفقد دبلوماسيتنا ونكون أكثر عدوانية أفضل أشياء اللي ممكن إحنا نستغلها لما القمر يكون موجود في الحمل هي إجراء فحص للعيون أو أي شيء إلو علاقة بالرأس أي فحصات إلها علاقة بالرأس هي هاي الفترة ممتازة جدا إلها حتى قص الشعر بالفترة هاي ممتازة جدا بالنسبة للزوايا اللي راح تتشكل عندنا زاوية التثليث إيجابية هي أول زاوية راح تكون بين القمر والمريخ راح تكون الساعة واحدة وتسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني الساعة أربعة إلى عشرة بتوقيت الأردن الساعة خمسة إلى عشرة بتوقيت العراق يا إخوان توقيت جرينيش على حسب البلد اللي أنت فيها بالنسبة للأردن بتزيد ساعتين عن توقيت جرينيش بالنسبة للعراق ثلاث ساعت عن توقيت جرينيش يعني تزيد أنت على الساعة اللي أنا بحطها وبديطلع معك الوقت تاعك يعني فأنا ما بقدر أحكي إنه توقيت هاد وظن أزيد عليه ساعات لكل العالم يعني بتلوح الفرص للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو الزاوية هاي رح تكون الساعة 11 و 10 دقائق تقريبا بعد الظهر هاي بتوقيت جرينيش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وزحل رح تكون هاي في تمام الساعة 22 و 24 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش من واجه مصاعب وعراقيل تطلب مننا أن نبدو الجهد عشان نتغلب عليها بأنفسنا وما لازم نعتمد على الحلوذ تماما في هاي الزاوية بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة للمواجهة وخصوصا لحل مشاكلهم تبيل جؤوا للهروب للماضي بدل من مواجهة الحاضر يعني بمعما آخر اتنين بكونوا يتناقشوا في مشكلة أو مصيبة فهو ما بقدر يجي يقول لك أنا عملت هذا الغلط بسبب واحد اثنين ثلاثي اربعة بيجي بقوله لا ما أنت متذكر قبل عشر سنوات لما صار كذا كذا أنت شو عملت متذكر المشكلة لما صارت فبصير يجيب الشغلات القديمة بدل ما يحكي في صلب موضوع المشكلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وعطارد رح تكون الساعة ثلاثي وتسع دقائق عند الغروب بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا هاي بتكون آخر زاوية وبعدها رح يكون فيه خلوة مسار خلوة المسار بيبلش مع تقريبا فترة غروب الشمس اللي هي الساعة ثلاثي وتسع دقائق بتوقيت جرينيتش يعني بالأردن بخمسة وعشرة هاي زاوية خلوة المسار بتبدأ أو مرحلة خلوة المسار بتبدأ في هذا الوقت وبتستمر لبعد منتصف الليل تقريبا بحدود هيك النص ساعة يعني بنكون دخلنا في اليوم الثاني فهاي زاوية خلوة المسار رح يستمر اليوم معنا حكينا من غروب الشمس بعدين اللي هي فترة حلقتنا تاعت بكرة لغاية بعد منتصف الليل يعني برضو بكرة رح نحكي عن خلوة المسار طبعا بتوقيت الأردن بنتهي خلوة المسار يوم واحد الشهر الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة قبل الفجر فترة خلوة المسار حكينا انها هي فترة لا تصلح للبدأ بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء أي شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار بالنسبة لعمر القمر القمر هلال لسه بيتجه هو بالاكتمال للربع لسه ما وصل لمرحلة انه نحكي انه بدأ في مرحلة الربع اليوم هو السادس بالنسبة لالو في تمام الساعة سبعة وتسعة واربعين دقيقة صباحا يصبح القمر سبع أيام نسبة الإضاءة اثنين وثلاثين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها وتحركاتها خلال الفترة القادمة الشمس في الدلو حتى تسعة وعشر اثنين المزاج ممتزج القمر في الحمل حتى واحد اثنين المزاج ممتزج عطارد في الدلو حتى ثلاث اثنين المزاج ممتزج الزهرة في الحوت حتى سبعة اثنين المزاج سعيد المريخ في القوس حتى ستعاش اثنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمسة المزاج سعيد زحل في الجدي حتى احد عشر خمسة المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى خمستعاش ثمانية المزاج ممتزج نبتون في الحوت حتى ثلاث وعشرين ستة المزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى خمس وعشرين اربعة المزاج ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم تهتم بمظهرك وبالتغييرات ممكن تعمل قصة شعر أو تغير أو تجميل أو أي شيء له علاقة بهذا الموضوع هاي فترة انطلاق لمشاريعك الجديدة يعني فترة ممتازة بتقدر تعمل فيها أي شيء أنت بالدكية تتمتع بنشاط ذهني وجسدي ممتازين جدا وعاليات جدا من الطاقة وانت راح تكون بالفترة هاي يعني صباق ورائد في حقل اختصاصك فلا تضيع الفرصة هاي من إيدك وانطلق برج الثور يعني ما زالت الأمور مش مناسبة بالنسبة لإلك طاقتك ضعيفة فيها القمر ما زال موجود في بيت متعبك يوم آخر بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني بتطلب منك أنه تضع سلم الأولويات للعمل الضروري خصوصا الأمور العاجلة وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتنخفض وطيرة الحياة عنك بشكل كبير ممكن تتأخر مشاريعك وممكن إنها كمان تلتغي اتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك أو حجزاتك إذا كنت على سفر لأنك راح تتفاجأ إنه صار فيه تأخير أو صار فيه إلغاء وبدك تدير بالك من أي سوء تفاهم ممكن يحدث معك هذا النهار برج الجوزاء تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك يا في حفل يا في مناسبة سعيدة المهم إنه بدك تكون مخلص لأصدقائك ووعودك ما توعد بشيء ما تقدر تنفذه ممكن تحصل على تأييد لا بأس فيه خلال هذا النهار ممكن ناس تدعمك من أصدقائك ومن معارفك بشكل واضح جدا أهمش إنه بالفترة هاي لا ترفض دعوة حاول إنك تكثف ارتباطاتك أنت بحاجة إلى التعاون مع الآخرين خصوصا في هاي الفترة ودير بالك حاول إنك تنجز لأنه خلال اليومين القادمات يعني بكرة بيصير القمر موجود في بيت متعبك فبتصير فترة ضعيفة جدا حاول تستغل اليوم نشاطاتك يا بالميج بكرة برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل يعني اللي حاب يقدم لطلب أو لوظيفة فترة ممتازة جدا واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم خصوصا أمام المسؤولين أهم إيش إنك تحافظوا على إنجازاتك ما تحاولوا إنك تتراخوا أو تتراجعوا الأعمال اللي في إيديكو حاولوا إنك تنجزوها بدك تهدئ من روعك حاول إنه عصبيتك تهديها شوي يعني فترة شوي بكون فيها نوع من أنواع السلبية شوي بتكون مشحون فيه نوع من أنواع التعب أو التوتر يعني فيه جو متناقض عندك عالج الأمور بهدوء وغد وأهم إيش إنك تقدم أفضل ما عندك برج الأسد بتنشطوا في السفر أو في اتصال بعيد يوم مناسب لإجتياز إمتحان أو إجراء مقابلة أهم إيش إنك في هاي الفترة إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين وخصوصا مع الجهات المسؤولة بتنجح في الترويج لعملك ممكن تكسب أي تأييد يعني أو دعم إليك خلال هاي الفترة أهمش إنك ما تهم الواجباتك حتى لو كثرت أو صعوبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تأخير وديدم بجراءة وثقة وكون واثق من حالك لأن الفترة هاي بالنسبة لإلك داعم بشكل ممتاز جدا برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب مالي خصوصا إذا كان الموضوع هذا إلو يا إما سداد ديون يا إما إلو علاقة بشراكة يا إما إلو علاقة بالتعويضات تعويض من بنك أو قرض أو أمور إلها علاقة بتعويض من شركة تأمين المهم حوالين هاي المسألة بتدور بادر إلى التصحيح خصوصا في الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة للاياقة جسدية وأعصاب متينة خصوصا للفترة القادمة للأسابيع القادمة أهم إشي أنه أنت ما دول أنا تعبان وتستسلم للموضوع لازم يكون عندك نشاط فكري وجسدي ونفسي عشان تجتاز المراحل القادمة من خلال الفترة القادمة برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم إشي أنه الفترة هاي ما بجوز إثارة المتاعب بتكون تجنبوا الإنفعالات والقرارات المرتجلة خصوصا التصرفات العدائية حاذر من الحوادث والأعداء فهم كثر حواليك خصوصا أنه القمر موجود مقابلك مباشرة فطاقتك ضعيفة وهم أقوى منك رح يكونوا حاول أنك تتعامل بإيجابية مع اللي حواليك وبتمضي الأمور بشكل ممتاز إن شاء الله برج العقرب أهم إشي أنه أنتوا خلال فترة هذا النهار إنجزوا أي شيء تراكم عندكم من عمل ممكن أنكم تتعاونوا مع زملاء أو مع أصدقاء نظموا جدول غذاءكم خذوا قصد كافي من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل ما تحاولوا أنكم تتغيبوا خلال هذا النهار لأنه رح تكون العين عليكم مفتوحة أهم إشي التنسيق الجيد بين مختلف الواجبات لأنه اليوم رح يكون في كثير واجبات عليك وممكن كثير منها أنت تقول أنا ما رح أنجزها لبتكثر عندك النشاطات وعشان هيك ممكن تشعر بالتعب برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة احتمال يصير فيه نوع من أنواع القلق اتجاه أحد الأحباء عندكم نشاط ودينماكية عالية جدا بتميل للهو والترفيه الطلعات الطشات السهر العزايم الأشياء مثل هيك رحلة عمطعم على أي شي المهم بيكون عندك نوع من أنواع أنك حاب أن تترفع عن نفسك وانت بالفعل بتستحق هذا الأشي أهم شي علاقتك مع أحباك الاتصال معهم حاول أنه تقلب الجو هذا يكون فيه كثير من الحضوض والمرح والعاطفة تقدر تتخذ قرار أنت كنت متردد فيه فاليوم هذا مناسب لاتخاذ قرار أو خطوة مفيدة أنت بتستحقها أو مقدم عليها برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة لأنه الفترة هاي كل شيء بنصب عليها لأنه اليوم هذا بنصب كل تركيزكم على البيت أو أي شيء له علاقة في البيت فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي أنت ممكن بتعيشها أو بتجيك الأفكار هاي السلبية فيه نوع من تبادل زيارات أو اتصالات مهمة رح تعملها هذا اليوم لكن ممكن يسود التوتر بسبب حادث طارق أو خبر طارق أو شيء جديد رح يجد عليك رح يزعجك أو رح يوترك فبدك تكون حذر ومنتبه لهذا الأمر برج الدلو ابتنشطوا في السفر وفي الاتصالات ومنكم ممكن ينطلق يا في مرحلة مهنية لترويج لمشروع معين ورح يكون هذا الموضوع ناجح جدا يا إما بد يكون عنده رحلة يكون فيها نوع من أنواع الترفيهات ولكن هي الأغلب رح يكون كل اتصالاتك وتنقلاتك إلها علاقة بالترويج للمشاريع أو للأشياء التجارية وممكن يكون عندك بعض التنقلات إلها علاقة بالأحباء والأصدقاء والروابط لكن هذا اليوم يعتبر من الأيام اللي بكون عندك طاقة ونشاط عالي جدا باستطاعتك قلب كل المعادلة لصالحك أهم شيء أنك ما تكون وحيد وما تظل وحيد ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط لأنه الفترة هاي برضو بتمتلك سرعة خاطر ومهارة ملموسة فأي شيء بده مواجهة أو بده مقابلة أو بده حوار انطلق الساحة إلى برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال برجعله ممكن شيء ضايع منه ويلاقيه ممكن دايا الناس وترجعله هاي الفلوس أو ممكن تجي هدية ممكن تسمع خبر صار ويلعب حد قريب إلك دور مهم جدا الأيام هاي أو اليوم هاي تحديدا بتهتم بقضية شراكة أو عمل بتعالج الأمور بشكل دقيق جدا وبتهتم كثير للأولويات المالية وممكن تجد حلول وتسويات ما كنت تخيل أنك أنت ممكن تصل لهاي النتيجة أهم شيء أنك تكون لماح وتحصل على المعلومة اللي أنت بدك إيها اللي بتفيدك واللي بتنقذك في أزماتك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر